المتتبعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستطيع فيه استجامة الأناس النتق رسمي لجمعية سند الأخضر من أجل مناقشة لا نقول المشاكل التي تعرفها فريق رجاء البدوي ولكن هذه الهزة وهذا الجدل الذي يعرفه فريق رجاء البدوي في الأسابيع الأخيرة الماضية فريق رجاء البدوي الآن يحصل على المرتبة الثانية في البطولة مؤهل إلى دور المجموعات في كأس الكاف إلى نهائي كأس ملك محمد السادس للأبطال في الدور العربي ولكن رغم ذلك لم يشفع للفريق أن يتاروا حوله مجموعة من المشاكل صدفنا سي جمال أناس لأنه واحد أو جمعية من جمعية التي تمثل جماهير فريق الرجاء البدوي وهو فاعل رئيسي ضمن منظومة الندي سي جمال مرحبا بك شكرا شكرا على الاستضافة سي جمال كما قلت في تقديم الفريق الرجاء البدوي الآن محقق النتائج اللي هي إيجابية جدا المرصبة الثانية في البطولة مؤهل إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي نائي كأس العربي محمد السادس ورغم ذلك تشكله مشفعش لي وتعرف هذا الهزة أشو وقع فراشة أولا بسم الله الرحمن الرحيم تنسكركم على الاستضافة أظن بأنه عندما تكون تعج أو تعيش واحد النوع من الهواية الهواية يعني أنك تكون واحد النادي لتعيش الهواية وأنك لا تستطيع أن تكون نادي محترف بمعنى الكلمة بحالة الهزة تيجيوه لماذا؟ لأن الرجاء على مر التاريخ على مر المراحل الذي اسمنا فريق الرجاء الرياضي البذوي كان بإمكانه أنه يكون فريق محترف محترف بما في المعنى بما في المعنى يعني من الكلمة بما في المعنى بالكلمة الاحترافية هي الواقع الوحيد اللي ممكن أنه يخلي فريق الرجاء الرياضي البذوي ما يعيش هذا المراحل وهذا الهزة علش يعيش فريق الرجاء الرياضي الهزة والبسائل السلبية لأنها ليست هناك هيكلة ليست هناك استراتيجية على المدى البعيد وعلى المدى القريب فأي هزة بسيطة تهز فريق الرجاء الرياضي البذوي تنظن بأن كنا كنا شاركنا في كاس العالم لأندي البطالة في 2013 تزنا بزانب الاحترافية لأن في هذا الوقت كانت فريق الرجاء الرياضي وصلت عليه الأدواء وصلت عليه الأنوار وكل شي تشوفوه وكانت التفاتها من سيدنا الله ينصروا وعطانا واحد الأرض اللي درنا عليها واحد الأكاديمية وكان ممكن ذلك الساعة أننا نكون نادي محترف أننا نحاول نجيب استثمارات من خارج النادي ونمشي في طريق الاحتراف ولكن ما درنا شهد شي وأنا بعدة منابر التي تزد فيها وراء الخوف مشيف من المشاكل وراء الخوف أننا أننا ندوز بجانب الاحتراف هذا هو السبب أنك تتكون تتعوم في العشوائية تتعوم في عدم تخطيط على المدى البعيد وعلى المدى القريب فهذا حال هذه المشاكل تتجي كيف شاء ما تتضرل على الرجال الرجال هو من القاتلة على الكرة القادمة لقد أخذنا الرجال ويداد الجيش تتقولي الهواء يعني ها فارق هاوي كماش فارق فارق اللي ما عندوش ملعب دياله وشستة ننتظره ماشي فارق هاوي فارق اللي باقي تتحكمه وتيحكمه موش شكارة ماشي فارق هاوي فارق هاوي اللي تيجي واحد عندو الفلوس تيعطيه الفلوس دياله وتيقول ليهم بان ما يلابطون يمشي بحالتي تتعطيوني فلوسي تيشد الفرقة ونوطاج هادي هواية بكل ما في المعلم ولكلمة هادرتي على الفلوس عندما في الكوميتي تعراجة ولا قام المقربين من الرجال يقولوا الرجال ستتعيش واحد أزمة مالية نعم هاد الحديث رمش يواليد اليوم هاد جامعة رئيس حسبان اللي هو أول واحد ربما تفجر القادية الأزمة المالية اللي ستعرفها الرجال أنا ما بغيش ندخل معاك مو بغيش ندكر الأسماء لأنهم كلهم أصدقائي جميع الرؤساء اللي تتحاقبوا على فريق الرجال الرياضي كلهم أصدقائي وكلهم عندي معهم صداقة وذلك شيء وكل واحد من يتيجي بشي يترأس الرجال إلا وتيكون عنده نيام يعني نيام زيانة بغي يزيد بالفريق ماذي يقع من بعد من يتي يأخذ الرئاسة هذا شيء ما نقدروش نناظروا علي حسبين جاء بنية أنه يضبر هذه المرحلة ويضبرها ولكن وصل الواحد الوقت لأنه ما يمكن يستمر فريق الرجال البيضاوي لأنه الأفكار بوحدة لا يمكن لك تصير بها رجال رخص الأفكار ورخص الفلوس إلا ما عندك فلوس لا يمكن لك تصير فريق الرجال البيضاوي أنت كواحد من الأسرة الرجوية واش مع الاستيقالة جمال السلامي ما قدر فيها أنا ما يمكن سيليا نقول لك واش معا ولا ضب ولكن أنا نقول لك لجمال السلامي له ما له ولعليه ما له جمال السلامي ولد الفريق ترعرف فريق الرجال البيضاوي هو طاقم التقني اللي تصير حاليا لفريق الرجال بما فيهم هشام أبو شروان بما فيهم محمد بكاري بما فيهم العينين هذو كل مولاد الرجا تيجيوا واحد الوقت ومشي أول اخطراء لفريق اللي جمال السلامي اللي اللي كان على رأس الرجا هذي المرة الثانية تنظن بإن الرجاء أني تكون أولادها اللي تصيروها أو ما اللي تكونوا في التقم تقني أنا مشي مشكل أنا جمال السلامي رأي يمكن لي يمشي يمكن لي يمشي ولكن واش المشكل هو في جمال السلامي أنا مشكل ماشي تقني ماشي كوراوي المشكل تسيري المشكل المشكل ديال المنازمانت ديال تسير المشكل أنه فريق يعيش الهواية فريق ما عندوش ملعب فريق ما يمكن شليس تقبل في ملعب ديالو كيف يعقل أنه فريق في مدينة الضربيضة يعني عندو ملعب اللي هو الأبزيقو وهذ الفريق ما هو الفريق اللي في المغرب اللي عندو الملعب ديالو يعني الراجا مشي استتناع لا ولكن قبل قلت لي الراجا وفريق الويداد الرياض البيضاوي ونضيف فورق خراء الفار الجيش هذي كلهم هذي فورق قاطر هذي كورة القادم المغربي رخصهم يكون عندو ملاعب ديالو تكون واحد استقلالية داتية تكون واحد سير داتي مشي تكون كورة دخلة في السياسة إذا بغينا الملعب خسنا نعيط المسؤول في الحزب ولا كان هذي المسؤول في هذي الحزب ما عندوش مع فريق الرجاء ولا ما عندوش مع واحد الرئيس لأنه تنتمي واحد الحزب خور ما نعطيش اشتران ديال العراقيل فلا هذي هذي اللي تتمثله الجمعية جمهور سعراج وشي بالك طبيعي بأن الجماهير تحكم في ذهب أو مدرّي شكون هي هذي الجماهير يعني الجماهير قولي الجماهير لأن جماهير جماهير ديك اللي تتأدي يعني لوبي تتخلص البي تدخل وتفرج هذي الجماهير كال الجمعية هي جمعية اللي تدخل على القانون ديال 58 منظم مجمعيات اللي جا مورة 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 استقلال ديال مغرب كان الالترات هذي الالترات مجموعات ما 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 تخضروا مش القانون ديال 58 مان عندهم مسحق أنا مشي تقول ما عندهم مسحق باش يكنوا راجوين بالعكس راجو يكون راجوين وراء اضافة الكرة القدمة المغربية وراجاد القدم المغربية وولت كرة القدم المغربية تتصويق مزيلاً بفضل لزيطرة ولكن هذو مجموعات تيال الشباب غير قانونيين غير قانونيين ولكن الآن درجت في القانونية قال وش الجمهور عنده الحق دابا الزمهور الزمهور رأي تتقسم لعدة أنواع دابا الزمهور كالجمعيات كالزمهور العادي كين الانتوراج داك الوساط البليبروس اللي قريب الراجعة هذك توجمهور هذك هو المؤثر لأنه كين المنخريطين كين لزيطرة فانتي دابا اللي ما تقولش للزمهور هو اللي تأثره هو مزيز المنخريطين هو اللي تأثر فهذا اسمحني أخطعتك سمعنا مؤخرا وبعض الأخبار وقرأنا بعض الأخبار معنا كين استيقالات داخل المكتب المسير على قبل الإقالة تأتي السلامي وشي شي طبيعي؟ هذ المكتب المو تسير هذ اللجنة المؤقتة هي اللجنة مؤقتة اللي بس تمشي بالرزاء إلى نهاية شارج وان من بعد غير تدير جمال عام وغير تختار رئيس هذا الرئيس رئيس موقعت هذا اللجنة قلت ليه واش عنده الحق بس تفسخ العقدة لا قلت هذه الاستيقالات وتهديد بالاستيقالات داخل المكتب المسير مسير على قبل سي سلامي مسير على قبل سي سلامي اللي سمعناه هو أن الكاتب العام هو المؤخر ينخرج ببالغ دياله بأنه استقل سي أناس محفوظ هو كان صراع داخلي ما بين الرئيس وما بين الأقبل لأنه كانوا قالوا لي على ما سمعناه بأنه قالوا لي نعطوك مستشار وهو كان بغير يبقى كاتب عام لأنه كان تشغل مع سي جوزيات كاتب عام هما قالوا لي فهذا مشاكل داخلي ودباه هذا منتظر هذا منتظر بس أنه كان هاد الناس بحال هاد الأعضاء لي المكتب أنه يستقل واحد وليستقل جوز ولكن إلا استقل واحد وليستقل جوز هذا لا يعني بأنه نهاية العالم لأن هذه الزنام وقتها يعني محكوم عليها أنه في نهاية جوسيم نهاية الزوان قد يتمشي بحالته أنت رأي جمعي التاند أنا تخلص من بسمي جمعي التاند ولكن أيضا شغلتي العضوية في مجموعة من المكاتب الموسية لا مش عضوية أنا كتفاعل جمعه كنت في جمعه كنت لمدة بريسك تسعود وعشرين عام وأنا في في الجنة النظيمية اللي تنصروا على جميع المقابلات مني تنجيه الصباح يعني شغلتي مع مجموعة من المكاتب الموسية عندما خدمت مع الرؤسة كاملين بغت تهدر لي غير على المكتب الموسيين اللي كان اللي عاش فترة الاندماج من ستة وتسعين تلك تلاتة وتسعين لا من فترة من بعد الاندماج نعم من ستة وتسعين ستالفين وجوش تقريباً فاش فازت الرجاء بمجمعه بالبطول نعم نعم يعني كيفاش كانتك المكتبشي شغل هذا كان كان اسمح لي قطعاً دي الفترة الزاهية بالنسبة لك نعم فترة الزاهية وفترة دهبية وفترة دي المسيري الحقيقيين فترة دي الرجال وفترة دي النكران الدات وفترة دي الألقاب وفترة دي الصحواء وفترة دي الانبهار بفريق الرجاء الرياضي البيضاوي وفترة دي الرجويين الحقيقيين الرجويين الحقيقيين فترة لاسطرة فرق الرجاء الرياضي البيضاوي على على الأفكار وعلى الأدهان وعلى العقول والقلوب دي دي الجماهير المغربية من طنجة الكويرة لأن فريق الرجاء من قلوس البيضاوي نقوله الوطني لأنه ما عندوش زمايير غير في التربية عندو زمايير على الصعيد الوطني ولا نقوله حتى خارج الوطن فهدي من الناس اللي اللي تنظن بأنهم كانوا تسيروا يعني فطراء لها ما لها وعليها ما عليها فيها أسيع سلبية ولكن كانت تطقى عليها الأسيع الإيجابية والرؤساء اللي دازو بس ما نمخستش واحد على رأسهم سي عبدالغلام سي عمور محمد عمور سي سي مصطفى أبيض سي رشيد البصيري سي عبدالطيف الأسكي سي عبدالسلام حانات رجال 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 يعني من يتكتبوا يعني بمداد من الداب على صفحات تاريخ فريق الرجاع رجال البيضاوي يعني تكتبوا تاريخ الرجاع بتسير وكانت الرجاع يعني يعني يضرب لها ألف ألف حساب بحكم المسيرين ديالها أما الآن يا أخي تنظن بأن أنا في نظري بس نخرج من هذه الإزمة هي الشركة الرياضية بدون شركة رياضية لا يمكن ويكون في الرئيس يعني موظف يتقادى أجر فأمتي ما يكون سمنقوص نخضعوا المشكرة اللي جاي يعطينا الفلوس ويدير الفريق ديال الرجاع رياضي البيضاوي أطاج يعني يشدوا رهينة ومؤخرا رأخرج واحد القانون من طرف جامعة الملكي المغربية الكرة القدم هو أنه اللي جاي هذا هو السبب ديال الإزمة اللي جاي وعطاه الفلوس هذوك الفلوس راتي تسمو اندوناسيون هيبا هيبا الفريق ومتسناش باش أنه إلا بغا يمشي يدي معه فلوسه فهذا هو المشكل اللي يخلى أن بعض الناس اللي عندهم الفلوس تهربوا من أنهم يجيوا الفرق ماشي الفرق الرجاري هذه عدة فرق تتعاني من أزمات مالية فتنظن بأن هذه الأزمة اللي تتعيش وفيها فريق الرجاري هذه البيضاوي هي ماشي أزمة تقنية أزمة نتعيز ولا أزمة كورة قدم ولا أزمة لعبين ولا أزمة فورماسيون لدخلها جمال سلامي ولا ما دخلاش هي جات في واحد مرحلة قريبة مرحلة نحن مقبلين عن انتخابات برلمانية وكين المسيرين اللي عندهم معلقة بتنظيمات حزبية وعندهم معلقة بتنظيمات سياسية وتنظن بأن إلى داروا هذا البوليميك هي حملة مسبقة يعني يبقى في الواجهة الرياضية والسياسية والاقتصادية دي المدينة الدار بيضا شكرا سي جمال وناس شكرا جزيلا نتمنى أننا نكون فدنا في هذا الخاص شوية بالأفكار دي أنه ما نعرفه على فرق الرجاء الرياضي البيضاوي شكرا لمتتابعين قد أنفس باريس الرجاء دائما تمر من الأزمات ولكن دائما تخرج ناجحة حد سعيد الرجاء البيضاوي وحد سعيد جميع الفرق المغربية إلى اللقاء في لقاء خاص إن شاء الله اشتركوا في القناة